بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين نبدأ هذا الدرس بإذن الله تعالى بالحديث عن المراد بالسقط من الإسناد المردود بسبب سقط من الإسناد يراد به انقطاع سلسلة الإسناد بسقوط راو أو أكثر عمدا من بعض الرواه أو عن غير عمد من أول السند أو من آخره أو من أثنائه سقوطا ظاهرا أو خفيا إذن انقطاع في سلسلة الإسناد هذا الانقطاع إما أن يكون عن عمدا أو عن غير عمد وإما أن يكون في أول السند أو في أثنائه أو آخره وهذا السقط إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون خفيا من خلال هذا التعريف يظهر لنا تقسيم السقط إلى قسمين بحسب الظهور لهذا السقط أو خفائه هذين النوعين هما سقط ظاهر النوع الأول السقط الظاهر هذا النوع من السقط يشترك في معرفته الآئمة وغيرهم يشترك في معرفته الآئمة وغيرهم من المشتغلين بعلوم الحديث يعرف هذا السقط من عدم التلاقي بين الراوي وشيخه سبب عدم التلاقي بين الراوي وشيخه إما لأن الراوي أو التلميذ لم يدرك عصر شيخه أو أنه أدرك عصر شيخه لكنه لم يجتمع به ولا يوجد له منه إجازة ولا ويجادة لذلك الباحث في الأسانيد حتى يعرف إن كان هناك سقط أو لا يحتاج إلى أن يكون عنده معرفة بتاريخ الرواه لأن تواريخ الرواه تتضمن بيان مواليدهم ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم وأسماء شيوخهم وتلاميذهم أيضا هذا السقط الظاهر قسمه العلماء إلى أربعة أقسام هذه الأقسام الأربعة قسموه إياها بحسب مكان السقط أو بحسب عدد الرواه الذين سقطوا من الإسناد وهذه الأنواع الأربعة هي المعلق المرسل المعضل المنقطع هذا بالنسبة للنوع الأول السقط الظاهر النوع الثاني وهو السقط الخفي وهذا لا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلى الأسانيد وهذا هو الفرق بينه وبين السقط الظاهر قلنا السقط الظاهر يعرفه ويعلمه أهل الحديث وغير المشتغلين بالحديث أما هذا السقط الخفي فلا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلى للأسانيد وله قسمان أو تسميتان هما المدلس والمرسل الخفي وفي الدرس القادم بإذن الله تعالى نبدأ بدراسة هذه الأنواع الأربعة في السقط الظاهر والاثنين في السقط الخفي هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم